تحتفل مصر اليوم بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013 ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت الهادر مسموع لانحن العالم احتراما لإرادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين نساء ورجالا شيوخا وشبابا ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن والانتماء إليه بالقول والفعل في ذلك اليوم المشهود أوقف المصريون موجة التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت ولكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير شعب مصر العظيم أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والاحترام والتقدير في يوم من أيامكم المجيدة يوم أثبتتم مجددا أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ فكم من أزمات وتحديات واجهها المصريون عبر الزمن فكانت دوما وقودا لعزيمة هذا الشعب وإصراره على البقاء والسمود ترجمة نانسي قنقر